اهلا بكم في حبار جديد معانا عن رحلة التداول النهاردة ان شاء الله الفيديو مش هيكون طويل بس اتمنى منكو قبل ما نبدأ نعمل شكرا على الوقت متابعتكو والنهاردة الفيديو هيكون عن امثلة لتبسيط فهم عملية الريسك وايه هي عملية التداول عن طريق عدد من التداولات ومثال ثالث عن السايكولوجي والهومين بهيفير فهيكون تري سلايدز بس معانا النهاردة خلينا نبدأ اول مثال النهاردة عايز اتكلم عنه اللي هو الهومين بهيفير احنا ازاي بمفكر بالنسبة فيما يتعلق بالارباح والخسائر الارباح والخسائر زي ما موجودة في اي بزنس زي ما موجودة في اي مجان موجودة في التداول ونفس العقلية في الامور خارج التداول هي نفسها في التداول بس العقلية انك بتشتري وبتبيع وبتتأمل في الماركت دايما انه يمشي في اتجاهك وبتخاف دايما من الخسائر دي حاجة دايما علامة استفهام للمتداولين كتير واللي مش فاهمين دايما ان العواطف في الماركت بتبقى ضدهم ده مثال بسيط جدا هنوضح منه الاكزامبل ده الاستادي دي اتعاملت وانا حبيت اجيبها لكم النهاردة طبعا مش انا اللي عملتها بس قررتها اونلاين وحبيبتها اجيبها كمثال يوضح مثال عظيم الاستادي بتقول لو انت لو انا جيت لك وخيارتك ما بين خيارين اول خيار ان انا اديك 100 دولار دلوقتي ولا تختار تاخد يعني حظ تاخد انك تكسب 150 دولار مثلا او غيره ردت الفعل الانسان العادي دايما انه بياخد الميت دولار وما بيحبش ياخد دايما على المية وخمسين دولار مع ان المية وخمسين دولار اكتر بس الطبيعة البشرية دايما بتخاف انها تخسر الحاجة اللي كانت في ايديها زي ما بنقول على الصفورة على الشجرة اه لكن بنحب دايما انه الارباح المضمونة ما بنحبش ناخد دايما ريسك على ارباح كبيرة فالطبيعة البشرية دايما بتطلب انها تاخد الميت دولار جارانتيد وبتستغنى عن السؤال التاني القسم التاني من الاستادي لو جيت سألتك هل تفضل انك تخسر 200 دولار دلوقتي تديهم لي حالا ولا تاخد انك تخسر 250 يعني في احتمال لك ما تخسرش اي حاجة خالص تاخد انك تخسر 250 طبعا وده جواب اي انسان طبيعي انه دايما بيفضل ياخد على انه ياخد خسارة 150 دولار معنى خسارة اعلى طيب ايه ايه المنزور من الاستادي دي? المنزور من الاستادي دي ان احنا في في انت ما بتعملش العملية دي مرة واحدة انت في انت على مدار الاسبوع على مدار الشهر بتاخد حسب بتاع بتاعك او اه خلينا نقول انك بتاخد اه ميت في الشهر ميت في الشهر لو انت لو انت بتدول بالكوين او بتدول بالحظ اه والعقلية بتاعتك نفس اجابتك على الاسكيلة دي الخسارة بتكون مضمونة لان انت اه في في المسال الاول في السؤال الاول انت بتاخد اقل الارباح وبتضمن اقل الارباح وفي حالة الخسائر دايما بتاخد على اعلى الخسائر وبالتالي لو عندك حتى لو بتاعك في الماركت بيديك انت في النهاية خسران انك دايما بتاخد خسائر اعلى من الارباح وده والاستادي دي دايما انا خدتها في التداول اه لانها فعلا بتبسط ال الهيومن في التريدينج وده سبب اساسي من اسباب الحصار ان في ناس كتير انا مش فاهم النقطة دي اتحرك للتاني ده عن وده انا عملت عليه دراسة اه انا بنفسي عملت عليه دراسة في التداولات عشان ادي اعمل اه اجزامبل اه في الكورس اه من عمل الشخصي مش باخده من اه من اه من اي مصدر برا ايه هو برا ايه هو ده ممكن لو هتاخد ورقة وقلم دلوقتي وتطبقوا معايا اه انت هترمي الكوين وبالتالي بعد انتهاء خمستاشر سامبل بيكون عندك خمستاشر نتيجة منهم ارباح منهم خسائر اه وليه اخترنا اه بلاس تن وماينس فايف وليه احنا متحكمين في الوضع ده لانك في الماركت تقدر تتحكم في الشيء ده انت في الماركت تقدر تتحكم انك توقف الريزك عندك عند خمسة تطلع بخسارة مثلا خمسة دولار او اي املة تقدر تطلع بالخسارة وفي نفس الوقت تقدر تخلي التريد تمشي لغاية لما بلاس تن فنفس السامبل سايز واخدينه بعشوائية ايه الريزلت بعد ما تخلص ممكن تعمل بوزل فيديو تعمل السامبل سايز الريزلت فاكدر من خمسة وتسعين في المية من الكيسز اللي بتطلع من السامبل دي بتطلع بوزيتف اوتكم ليه لانك لو لو طلعت ففتي ففتي تشانس عندك عندك الارباح ضعي في الخسائر وبالتالي بتحقق ارباح اذا انا سألتك في نفس السامبل سايز اللي انت طلعتها وعملت التوتل منها واخدت الاوتكم لو انا سألتك اقلب كل الارباح لخسائر واقلب كل الخسائر لارباح معنى ان البلاس تن حولها الماينس فايف وحول الماينس فايف لبلس تن ايه هتكون النتيجة هتكون برضو بوزيتف اوتكم لان عندك الريزلت هنا على الماينس فايف والبلس تن هنا على البروفيت بلس تن فحتى لو العدد التداولات او عدد الفليبس الخسرانة اكتر من الارباح دايما هيغطي الخسائر حتى لو المرباحة اقل من الخسرانة وبالتالي عامل في مهم جدا اه وده بي مهم جدا عشان بتاعتك في الترايدنج والاكوريسي فده مسال حبيت اوضحه اه اوضح دايما فكرة وافضل دايما ان المتداول يطبقوا عشان يفهم الموضوع بصورة اوضح في المثال التالت اه المثال التالت ده عن الاستراتيجي اكوريسي وليه بناخد دايما سامبل سايز في الترايدنج عشان نقيس اه عشان نقيس النجاح في التداول ما بناخدش ترايد واحدة قبل ما ادخل في المثال اه اه اعز اوضح نقط في في التداول ان انت ما ما ينفعش تحكم على الاستراتيجي بتاعتك او نظام التداول بتاعتك من ترايد واحدة او يوم واحد من تداولات يعني انت لو جيت في الماركت وخسرت الريزك بتاعك في يوم من الايام لكنك اتبعت الخطة اللي انت رسمتها قبل دخول الماركت انت فائز في النهاية لان انت عند خطة مشيت عليها اللي هي تسعين في المية من المتداولين بيفشأ تسعين في المية من المتداولين بيعمل اه خطة وما بيمشيش عليها وبيشتغل اللي مخططوش في الماركت فالعمرية بايزة اه لكن اه بشوف بيهيفير الساعات ان فيه ناس بتعمل اه عن التداول في يوم او مين اللي هيعمل اكتر فلوس في ساعة والكلام ده كله ده مش بقياس التداول او التريدر المحترف انت ممكن تكون تريدر خسران النهاردة لكنك ادرت المخاطر والريزك بتاعك بشكل يضمن لك ان الارباح اللي جاية هتغطيها وهتحقق ارباح في اخر الشهر فسامبل سايز التريدن ما ينفعش يقاس بتريد او بيوم تداول التريد بيقاس بسامبل سايز وانا على نفسي بفضل خم اه فيفتي سامبل سايز اه على الاقل خمسين اه خمسين عمليات تداول في الماركت عشان تقدر تحكم هل الستراتيجي بتوفر لك اه اه ربح الاخصارة يقدر يوفر لك ربح في في نهاية الشهر نتين اه الوقت للمسال لو قلتلك ان احنا عندنا اه بوكس مقفول في سبعين كرة حمراء وفي تلاتين كرة زرقاء وانا قلتلك اه داخل ايدك في الصندوق وبشكل عشوائي اختار كرة من السبعين الاحمر او التلاتين اه اه الازرق بشكل العشوائي ايه هي احتمالك احتمال حصولك على كرة حمراء من الصندوق طبعا انت سمعت ان في سبعين كرة حمراء وفي تلاتين كرة زرقاء في الصندوق اه فبالتالي انت بما بسألك ايه احتمال حصولك على الكرة الحمراء دايما بتكون الاجابة سبعين في المية لان في سبعين كرة حمراء احتمال حصولي على الكرة الحمراء سبعين في المية للأسف الكلام ده غلط احتمال حصولك على أي من الكرة الحمرة أو الزرقة 50-50 حتى لو في الصندوق فيه كرة واحدة زرقة و99 كرة حمرة ما زلت 50-50 chance أنك تحصل على كرة زرقة أو كرة حمرة لكن إيه اللي بيضمن لك أن النسبة كاملة 70-30 لما تسحب جميع الكرات من الصندوق أنت عارف بعد سحبك لجميع الكرات من الصندوق أنت ضامن 70 كرة حمرة خلينا نقول لهم الأرباح و30 كرة زرقة اللي هي الخسائر لكن إنت لما تكون الكور داخل الصندوق كلها وبشكل عشوائي وإنت بتسحب بشكل عشوائي إنت بتسحب 50-50 ما معناه في التداول أن إنت التريد اللي جاية إذا 50-50 chance إنت ما تعرفش التريد الجاية هتكون مربحة أو خسائر لكنك تعلم في نهاية المطاف آخر الأسبوع آخر الشهر بعد حصولك على خمسين أو مئة عملية تداول إنت عارف إن في النهاية هيكون عندك 70% أفرج أرباح وعندك 30% أفرج خسائر لكن إنت لا تعلم التريد اللي جاية هل هي أرباح أو خسائر فبالتالي لما بتفهم الموضوع ده وتتقبله بتقلع نفسك الضغط النفسي وبتاخد اللصص بتاعتك بأقل مجهود وبدون تفكير اللصص طبعا المفروض بيكون أقل من الأرباح فأنت بتاخدها بتقبل لأن أنت عارف إن الأرباح هتغطيها في النهاية وهتعمل أرباح وبالتالي أنا قلت الأمثلة اللي حبيت أوضحها النهاردة في الفيديو ده أرجو أن الفيديو مستحقوا غضر المشاهدة ومتنسوش السبسكرايب أرجوك وأنا بحاول أبني الشانل لسه في البداية ولو في أي أسئلة ياريت تبعتولي إيميل على livewiretrading.main.gmail وأنا مرحب جدا أن نجاوب على أي أسئلة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة